هجوم صاروخي المزدوج على مقر وزارة الدفاع في مارب وساط تساؤلات بشأن مضلة الدفاع الجوي للتحالف التي لم تتحرك رغم الاستهداف المتكرر لأهداف عسكرية حيوية في معركة تديرها المملكة وتتحكم بكامل مقدراتها المبأ التي وردت من مارب تفيد بنجاة وزير الدفاع الفريق الرقم محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الرقم الصغير بن عزيز الذين كانوا يعقدان اجتماعا في مقر وزارة الدفاع لكن عددا من الضباط والجنود قتلوا وأصيبوا في هذا الهجوم الذي لم يعلن الحوثيون حتى اللحظة مسؤوليتهم عنه لكن رئيس هيئة الأركان وفي تغريدات الله وجه أصابع الاتهام للحوثيين على مدى الأشهر الماضية كان وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والقيادات العسكرية البارزة في الجيش الوطني أهدافا ذات أهمية قصوى لهجمات مماثلة استهدفت مقر وزارة الدفاع ومعسكرات أخرى وتسببت في مقتل عدد من الضباط والجنود كما تسببت بأضرار مادية في منشاءات الوزارة وغيرها من المقرات العسكرية الأخرى لكن الهجوم المزدوج الأحدث يبدو أنه كان يرمي إلى تحقيق أهدافه العسكرية الكاملة ولكن ذلك لم يحدث رغم المصاب الأليم الذي لحق خصوصا برئيس هيئة الأركان العامة الذي فقد نجله ونجل شقيقه في هذا الهجوم على مسافة ليست بالبعيد من المقر المستهدف بالهجومين الصاروخيين يقع معسكر التحالف الذي يشرف عليه ضباط سعوديون وتتواجد فيه منظومة دفاع صاروخية لكن هذه المنظومة توقفت عن القيام بالمهام المفترضة منذ عدة أشهر يأتي ذلك فيما تواصل الرياض حرمان الحكومة الشرعية من حقها الأصيل في تحصين موقفها العسكري والقتال عبر أسلحة ومعدات لا توفر الحماية لمعسكرات ومقرات الجيش الوطني فحسب بل أيضا تزود هذا الجيش بالأسلحة الكافية لمواصلة المواجهة مع الإنقلابيين الهجوم الصاروخي المزدوج بدد فترة قصيرة من الهدوى النسبي في أهم الجبهات العسكرية مع الإنقلابيين الحوثيين في محافظة مارب حيث يشتد الضغط العسكري للمتمردين خصوصا في جبهة الصرواح وسط أنباء عن وصول أسلحة حديثة إلى متناول المتمردي الحوثي في هذه الجبهة يرجح مقاتل والجيش الوطني أنها تمر بصورة منتظمة عبر مسالك تبدأ من الساحل الجنوبي الغربي للبلاد